السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان الفيديو يرقاكم في احسن احوال كمال عدد شكرا التعليق طيب اللي كتخلي وليه والمساندة دائما مجموعة واحد سؤال كي يسولوني مجموعة من الاخوات تقولولي اسماء دائما او لمجموعة المواضع طرحتي واحد في كراك تقولي خلي وليكم سر مع الله بغينا نعطوكم قالوا لي بغينا تعطينا كيف شنية نخلي سير مع الله يعني شي حاجة مع الله زوينا هاد الفيديو غانعودكم واحد حاجة وقعت لي في الصغر والمغزى منها هو انه بزاف الناس كي يديروا اشياء اللي هما في الداخل ديالهم كي يحسب لهم رههم زيانة كتكون عندهم منية صادقة ولكن للعالن او للمال او للناس كتبان شيء خابيت وكما قلت لك هنعودكم طريفة في الصغر كذلك غانعطيكم شي فكرة من الافكار اللي مره مره غانعطيكم اي شي حاجة بسيطة او مره عفوان مره مره غانعطيكم جمعة من الافكار اللي تقدروا تتقربوا بها الله سبحانه وتعالى والتقرب الى الله سبحانه وتعالى مخصوش كما قلت لكم يكون شكلي فقط باش يشوفوني الناس حتي لا بغتي باش يشوفوك الناس وليس انا مني كان يكون كنا عبر برا كنا هدر بقلبي ماشي كنستاهني بلا منقابة ولا محجابة لا احنا كنا سواسع عند الله الفرق بينتنا هو بالتقوى والتقوى تتكون في الداخل الاسان في الافعال وفي التصرفات وفي بينعلي صبح الله تعالى وجه الناس اللي يكون قلق سماهم في وجوهي تكون القبول عند الناس مجموعة من الاشياء اللي تخلي ذلك الشخص وش هو انسان صالح ولا ماشي صالح ماشي فقط الشكل وما كان استاهنش هذا ما يفهموش اخوتي استاهن بالشكل ونقولكم الشكل ماشي مهم الشكل جد مهم شكل المرأة والشخص عامة ان يعطيه ذاك الانطباع الاول مع الناس يعني وش نحتار مو وش انتبسل عليه وش انتباع الاول وش انتباع الاول لكن ليس حقيقة ذاك الانطباع الجوهر هو الحقيقة ذاك الانطباع انا كنت تتكلم وكانت تتكلم بوحد العمق وكانتقولها مجموعة الاخوات انا كنت شير لكم القمر كما قال الياباني انا انشيروا الى القمر وهم يلاحظوا في صبعي انا كنت شير لك شي حويج كبيرا فما تقولوا تحقوا لي شي مرة في ذلك الليسان او لفشي كلمة قلتها او لفشي طريقة طرحتها فانا اشوفي الموضوع ككل شنو بغى نوصل لك الفكرة كاملة للقناة باش ميمشوش اخواتي انا اؤمنوا هذي هذي تعريف بسيط عليا باش ميمشوش ذاك الاخوات ذاك الفكر ديان انتي بغوا يكفر و يبغى انا اؤمنوا بالقرآن بالسنة وبما جاء بالسنة كينشي حويجي كنقدر نديرهم كينشي حويجي ما كنقدرش نديرهم وهنا الفرق ما بين شخص ما كيقدرش يدير شي حاجة لان ما توفرت لك الظروف او لكي يطمح مع الوقت ان شاء الله غير حسنها وكي يقول لك عارفها كينو كي يقولك ما نديرش انا ما قدرتش ماشي ما بغيتش لهذا كيني بزايا المخالفات واشياء اللي عندي في الحياة ديالي في اموري الدينية في شكلي في هذك اللي ما زال ما قدرتش نوصل ذاك القوة انني نتجاوزها مع الوقت كانت طلب الله سبحانه وتعالى يحسننا الخواتم ديالنا وهذا ما يعنيش انني ناكراها كان اشياء ما نديروهش وكين كان عنوش انني ناكرينها بحل نعطاكم فكرة انا كنت تكلم على راسي دائما فش كونت حال هذه مديرش الحجاب كنت كان ندير موبريرات الراسي حيث ما كانش عندي لك القوة انني ندير حجاب في اوروبا ونتواجه في اوروبا بالناس ونخرج بالدررتي وذلك شيء رغم انا كنقول ميم ماشي دك الحجاب حجاب لكن مستوري الله وملك الحامد فهمته لكن ما كنت ناكرا فش كنت كنشوشي وحده دير الحجاب وكتكت تعجبني وكتش كنقول الحجاب ماشي فرد ولا هذا هو الفرق فرق ما بين مسلم تكون مقاتش وفرق ما بين واحد ما باغيش او لا غان قول مثلا انا مثلا صلاة ديالي غان كن مرة نصلي ولا مرة ما نصليش ولا ماشي كي يعني انني ناكرا انسان ما كيصليش ما يعنيش انه ناكر الصلاة يقدر يكون مقاتش يقدر يكون عنده شي حويج الخوم والكاسة الايمان وماشي قوي مجموعة من الاشياء اللي تقدر تكون مبررات خاوية ولا عامره كل واحد يرجع الشأن دياله لكن هنا في نبغيت نوصلكم الفكرة الى شتوفية كي ما كنقول لكم شي حاجة ولا ما كنعنيش اني ناكرا حنا الحمد لله كل ما جاء بالباب في القرآن نسونا كنقول سمعا وطاعة لكن كنشي امور للانسان ما تقدرش يديرهم كي ما كنقول لكم يقدر ما زال عندنا ضعف الايمان وغندوز للحاجة اللي بغيت نشرح لكم انه كنشي حويج يديرهم الانسان بالغاية كي حسب له راه دير مزيان واحد حاجة وقعت لي في الصغر وكنت تثبت لي واحد اه اه انا كنت حسب واحد الريضة واحد السعادة في الصغر لكن كنت دارك لي موشكي في الصغر مداب الحمد لله جوسة واحد النهار كما قلت لكم كانت عندنا كانوا كنا البنات بالحومة وانا كنت سكنة في حومة شعبية اللي سكنة قريبة من السواقة السوق وشحال هذه الحمد لله لك الامان كانوا الخضارة شنو يديرهم يغطي وغير الخضارات يديرهم بشي ملاليا بشي ميكا بشي حاجة ويديرهم لها الحجر بشي مرحة ومشي بحالاتهم وحنا كانت الدرد ينغي تخرج تلقي السواقة يعني خطوات فسيطة وكانت عندنا واحد اللي باتت معنا وكانت صاحبتنا وكانت ذلك الليلة باتت معنا وكانت عندنا الدار كبيرة السفلي وفوقي السفلي كان خاوي كانت مخلية الوليدة غير لعبوا فيه يعني سنقصوا فيه لعبوا وفوقنا عايشين فيه فهذا السفلي الوليدة الفوق ما قلنا رأسنا في الليل أنا والأخت ديالي واحد صاحب تلك الليلة وكانت ذلك السواقة قلت الصغر نخرجوا ونهزوا الليلة بقنا نهزينا الملايين خطار مسكين الله يسمحنا منه وبدنا نصر قوله في الليلة نهزو إذا كانت سريقة ونحن لا نعرف السريقة بقنا نهزو وكانت ذلك وعمرنا واحد الكوزينة ديالنا عمرنا منين جاءت الوليدة ورقيت ذلك وعطتنا عقوبة وقعتنا هتردوها مهمت تتعايرنا جاءتنا ما حاجة مع الله و انا في الدماغ يقول صافي انا بقيت نهز الماكلة من الناس نحن نهز الماكلة في الدار و من الخضارة نهزهم و نقلعطها العباد الله انا قلت حاجة جيدة مع الناس ماذا قلت تفعل؟ كانت حالة هذه الخزين هذه غير الإشارة كانت كيل اللوبيا العداس الزيت 30 كيلو ماذا قلت تفعل؟ كل صبح قلت تفعل هذه القضية و كان عمار ميكة و نقوم بشكاكر و كانت دور صافح و كانت دور صافح و كانت دور صافح و كانت فرحانة و كانت نحس بها في ذلك اللحظة عارمة و المفاجأة كانت سبحان الله و كانت رقال فلوس كثير بها و كانت سبحانين و كان سبحانين و كانت دور صافحة إذا كانت تصدقك وتعطي الناس وذلك سوف ترقي الفلوس ونقنعها بذلك الفكر ريالي ونقول لها شو فيرة ويقول لنا لا يجب أن تهزم الناس وتعطي لي معنا بحدة منظرية كانت عيشة مع جداتك وكانت تهزل جداتك زيت البلدية زيتون ممليقين كانت صدقه والناس كانت ضرع عند عباد الله فكرت لدينا منذ حالاته وكانت تقريبا وكانت لدينا منذ حالاته وكانت ايضا لدينا عارفة وكانت مدينة وعيشين ديور القز وكانت تدخلها الشك كانت تولدها كيف تتكلمه وكانت تصابونا في الدرق الصمتها بالموس وكانت تذكرتها وكانت تتكلمه وكانت تتكلمه كانت تصفت ليانايا هذا الزيت كانت تعاقل قضية ودرجة سيت ميته حجي في الحماد يانا كان يبيع زريعة وكان يبلي انا راجل كبير كانوا يبقوا فيها كان يحسبني راه فقارة هذا كالدرجة اني كنت كان هزي الماكلة من الكوكود واحد نار الزيت الميم طيبة جيج كانت طيبة جيج كانت طيبة جيج كانت طيبة جيج كانت طيبة جيج فقط لقد تصفت الخبز وكانت تسطلت لها وكانت تسطلت لها وكذلك اليوم عزيزة كانت تحن فيها بأم نفس درجة غريبة كانت تلك الكلمة فهم يفكرون فيها بأم نفس الطريقة كذلك كانت تحسيني بأم نفسي حاجة جيدة صدق كانت طيبة جيج ونصدق ولكن هذه الساعة لم يكن أحسابني صارقة كنت أحسابني صافية ومع ذلك قبضت السميدة الحرشة وعمرت ونعقدها كل خنشة ونفرقها ونفرقها على عفظ الله لقد قلت لها ونفرقها ولم تخلقها الشكل صافي من تمت تفرشت لي القاضية وقالوا أعطوا لي أخوتي لأنني أعطوا لي سرقة السميدة كنت صغيرة وكنت سمعها وكنت أصدق وكنت أصدق وكنت أرى هذه القيصة رأى الكثير من الناس كبارين رأى الكثير من الأعمال وما في النية لهم أنهم رأى صادقين رأى صادقين رأى صادقين ولكنها تقدر للناس خائبة لهذا لم يتوقعوا أن نطاكيوا الناس وعرفوا ما تقولوا لأولادكم أنا كل موحدة قلتها أمي قلت لك قلت لك قلت لك وكنت أصدقتي به الخدار وكنت أصدقتي على عباد الله قلت لي مع الله ونسمع تصافي سوف نكون مع الله مزيانة وقلت لك وهذا صاحبتي هذه هي بشرة تعاق القضية قنعتها سوف تقنعوا وقت نعلم سوف تقنعوا وعرفوا أني أت وضعوا وقعتوا واحد رأى صادقين هذا الساعة قلت لك أنا أعجزة أنا أظلت أن أظلت وننظرها ونلقى مية الدرهم لكي أن أرقى مية الدرهم مية الدرهم وعرفوا أني أقلوا وقلت لكي أعطني وقلت في ذلك الساعة يمشى الزيت والجدات والزبدة والذي بقى نصدقه على العباد الله كانت الحومة من تحت مدنا كانت معروفة أنه كان يشد ما عندك ما عنده يقول بسم الله وكانتك ماما هاكم وكان يبدو أن يعيقه هذه مدة عامين وانا كنت أفعلها لا أعرف مقبولة عند الله ولا أحدك لم أعرف ما هي مصداقة هنا سوف ندخل أحد الحاجة التي يزوينا يقولون لها أسماء يقولون لها من أحسن البنات الأشياء هم الصداقة الصداقة أحسن وهاية التي لا تشاهدها كما تقولون لا تساقل أحد الخبار لماذا لا تدخلوا فكرة هذه يزوينا في المغرب الناس اللي في أوروبا تقدروا تتقي في حد و تصيف طيله مثلاً 50 أورو أو 10 ألف ريال سوف تبارك الله سوف تقضي شيء يخطي شيء يخطي شيء يخطي شيء يتطيق فيه و تعرفها و سوف يتطفق لك هذا ما سوف تقولوني أو ما سوف تدري في المغرب الحوانة ليس لحنوث يكون يدعي لك الكارنة كثير من الناس مثلاً كل مزانين يدعي لك القضية يمشي صغر ليس لحنوث قد كما لم أعطيك كارطن يتخلص بابه و يعطيك كل ما في حالته لماذا لا تنشي مثلاً الناس في المغرب يدعون هذه القضية مباشرة تنشي ملحنة وتقول له جبد لي شيء كارني وهو تبقى على القبته دائماً البنات تفكروا الياد العليا خير من اليادي السفلة انت دري اللي عليك دري اللي عليك لا تصوقك لماذا هذه القناة أنا دريها لكي نذكروا الناس موش يحويج أو موش يحويج موش يكون غالطة فيهم نحاول أن نوعيهم لأننا نحلم حاجة لكن لا تكون في القيصة تكون غالطة ولكن الناس لا تكون واعية بها غالطة ودائماً لا نجيب فقط من الخبرات نجيب من الناس مختصين نبحث في اليوتيوب نبحث في جوجل نبحث عن التجارب لكي لا يمكن كما نقول لكم نفهم في كل شيء فقط طريقة الإلقاء وطريقة إيصال المعلومة البسيطة لكي يطلبوا لي أخوات مواضيع مثلاً تكلمنا على النارجيسية تكلمنا وشانا مختصة فقط طريقة الإلقاء سنجيب لكم مختصة ونعطيكم هذه المرة إذا أردتم نحق لكم مصدر منهم ونحصل لكم بطريقتي أنا لأن الشيء من أخت تقول لي أسماء أنا كنت صمت مثلاً ناس في تربية الأبناء أو لا ويضربوا بالخاليجية أو باللغة العربية أو لا تنحش بذلك التحفيز أنا ندير وني كنت أسمعها مثلاً ما عندك أو ما عندك أخت وكتضرب بالدارجة وذلك الشيء والشعبية معلقة لك توصلني المعلومة أكثر فهمتوا؟ أنا قدر أن أقول لكم ماشي متخصصاً قدر أن أقول لكم عندي إلقاء يعني كنت أجيب لكم الحاجة ونلقيها وكين أشياء اللي كنت بارتاجها معكم في حياتي بحالة القصة اللي قلت لكم فنرجع للموضوع قلت لكم غادي تمشي وعند شي مولحانوت وتقول لي لأخرج لأخوي أعطيك السر مثلاً واحد سيدة كنت أعلم ما في حالتها كنت أعرف ما في حالتها كنت ألحانوت من أن يبدأ تصارف مع شخص لا يعرف ماذا يعرف مرة مثلاً هجالة أو أرمالة أو عندها ليتامة أو رجل مسكين عنده شيء أعاقة أو لا يمكن له شيء أخدام أو لا يقول لأخوي يجبد لي شيء الذي تساله وعرف الحالات ضعيفة وصبقه من اليتامة وصبقه من اليتامة وصبقه من الدي القربة ورقيت أخي كل شخص يدرغي في جناب ورقيته ورقيته وعنده ورقيته وحاولتها بطريقة غير مباشرة وحدي وطريقة حانود وخارج ورقيتها حانود 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 من الهند بالنسبة للخارج خمسين أور ديريها وخاغين مرة في العام هذه الخطوة والله سيترجع لك بالخير والله لا تعرف الخير من كيف يفضع لك الشيطة الخطوة التي درتها وهذا يبقى سير مع الله أولا لماذا؟ أنت لم تتعرفيش ذلك الناس مباشرة التي فكيتها وكتحسب واحدة الريضة تم أنك يدرتي شيء بدون ما يشوفها الناس لأنه فرق الصداقات ويقول لك الصداقة في السرف العلانية وبالنسبة للناس المشاهد من الأحسن يدرها في العلانية لأنه كما يبينوا الفضائح وتنشروا يبينوا الحاجة على الصالح لأن الناس تفقد تؤثر بهم كانت موقع مؤثرين يدرها فيه ولكن دائما يجب إنسان يخلي شيء حاجة لما يعرف هذا الشيء واحد لا تقول لها الراجلك لا أمك لا أختك الأول إلا لك كانت عندك شيء أختك لا تتخلق مثلا في الخارج من هي تفضل المغرب سيري ديريها من هي تفضل المغرب الناس في أوروبا من هي تفضل المغرب سيري دوريرا ترى الحماز ولدينا في حمد شعبية وترى شيء ملحان وتقولوا إلا يجلسكا بأخير لا تريد عمل صالح وما تعاون معي ترى المهمة لا يبعدوا الدين مهما تركوا الدين دائما كانت في قلب أي شخص لأن الفطرة تتلوت لأن الإنسان يقعد على الله أما أي شخص يريد العمل الصالح فهمت؟ و بالخصوص أنه يرقى لي أن يشجعوا عليه حسن يقول له أخوي الله يجزيك بأخر و إذا أردت معي عمل الصالح أما هو يبقى على رقبتك اليوم الدين إذا كنت هو إنسان متخلق رأي كان الناس تخاف الله يقول له أكيد أنت عندك شخص يتساهم أم لا أم لا أريد أن يسهل عليك لديك شخص يتاهم أو أرمالة أم لا أم لا أم لا معاق أو حتيات أو أم لا مدام الحتيات الخاصة أم لا يسهل عليك فأنا أريد أن أخلص دينه وأراقدي تشوفي أما الأول أرمالة أرمالة وأنا قلت إذا كنت أخلص أبقى سعد طلبين أقول له أدعم عليها بالصالح أم لا تتركي وحد الخير عند الله سبحانه وتعالى وجربيها وشوفي السعادة هذه السعادة انا انا احتكم عليها انا لم اريد ان تتكلم عن اشياء خاصة خاصة لانا مش مك يطيعش الاشر فيها لكن طالما احنا عدنا مثلا واحد اعطاني الله المنبرة ولا شو واحد الحاجة اللي نقدر نوصل فيها واحد رسلة فديروها يمكن هذه الفكرة تقدر مطيحهاش على الناس ومنين نقول هالك تديريها كين القضية المساجد ولكن متعطوش فلوسك للاساب لانا مبقاش في منطقة قليل ومساجد صندالة دميكا ومساجد طويسات ومساجد شيئا انا اضعها لانا تقالك صداقة جارية الناس اللي لم تفعلتهم يكونوا مثلا في الجبال في الناس يتدير مثلا تدور يتصافر في المغرب كتقدر الفلوك فدوزي محدى الناس ليكونوا يعرفوك ما هذا وتقضي شيئا ازوين وحطيها لهم في الباب وصيري بحلاتك والله السعادة اللي غا تحسو بها وصيري رقب غير من اللي بعيد وشو في ذاك الابتسام انتع داك الناس نكتطح لهم ليش عجم عند الله اولا هذو كل الناس كتك كبر ايمانهم في الله سبحانه وتعالى انت يقولك جاء رزق الله رزق الله هذو يقولك سبحان الله وهذا ويفرح بها لان اي واحد كيفرح بمشي عاجة انا نتعطيها لهم وتاني انت تحسي بواحد الريضة لا ماتي لا لا فكنتمنى هذو الفيديو انه كان خفيف ضريب وخاءنا ومطول لكن كان في واحد الجزء من القيصة يعني باننا نعرفوش كان نقوله وليداتنا ونشرح لهم الأمور مزيئة كذلك انا اعطيكم دبا المغزاة الفيديو لم يقوش ندخلو في نوايا الناس حيث لا دخلنا في نوايا الناس رحنا كنشركوا بالله اذا احنا ولينا ربي استغفرت الله اللي غنعرفوه الغيب ونعرفوه شنونتين ناوية وبين هذي قدرت هذيك حيث ناوية هذي فنوايا الناس ما ندخلوش فيها لانش حال الناس كتدير اشياء كي ما قلت لكم اللي هي في دماغه ولفنية دي رأي انها حسنة يمكننا نبهوهم وش ميمشوش الناس يمكننا نامروا بالمعروف لكن للأسف الناس ما قت امرش بالمعروف فهي قت اعطاكي فرق ما بين الامر بالمعروف ما بين الهجوم واغلبية الناس اللي يقدمون نصحة فهم تيهاجموا لان اول خطة تبدو اتق الله واستر راسك فهذه الكلمات اللي تكون موجب انت بغين غير الفلوس هذي كلمات هجومية فالانسان ما غادش يتلقها اما الامر بالمعروف نحن مأمورين به وانا شنو كنديره ولكن اعاود ما تنسوش تذكر لاستعليم بمسيطر هذي اللي تاخدوها قاعدة ابنات في الحياة دي لكم غاتوشي ومزيان الامر بالمعروف امرت بالمعروف صافي انا كنقدم احد رسالة سالية تمع اولادي تمع الزوج دي تمع الاخوان دي بش مكن نفرش يقولك ما تكونش فض غليط القلب بش مينفضوش من حاول وانا يقولك لا يريد انسان يكون فض يكون تقيل على القلب يبقى لاصق فيك لان عندي شي اخوات انا عنو واحد الفكر مثلا الفكر ذي لها متشدد مثلا بزاف ولا الله يسهل عليها والله يتبتنا اجمعين ويحصل الخواتم دينا لكن كالدخل تصلي بي انا غنغير لك فكرك انا غنساعدك انا غنحفظك القرآن انا غنديل لك انا غنطر واختي انا وصلت لرسال الله يجازك باخر درت بي اولا ما درت بي اذا كيبقى شأني كما انا عاود كان اعطاكم للرسائل كان نقدم لكم شعجة خديتي شعجة زوينة اخوديها ما بغيتش تخضي انا كندعلكم بالصلاح وبالتيسير وغنختم وغنقول ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت والله اوني بشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة